موسيقى طيب نحن الحقيقة سمعنا حاجات كتير جدا بتتعلق يمكن بالسياحة الروسية الى مصر الخطوط الطيران فتح المجال امامة قبل اصح السماح بالطائرات الروسية بأن تنزل داخل المطارات المصرية الاخره في عندنا كده تصريح قد لبيه وزير النقل الروسي مكسيم سوليكوف لوكالة سبوتنيك الروسية الوزير او الوزير النقل الروسي بيتوقع انه هيتم توقيع اتفاقية استقناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال شهر مارس ولو يا رب وبيجيب عن سؤال حول امكانية استقناف الرحلات في مارس قائلا مبدئيا نعم انا ماشي مبدئيا مبدئيا مفيش مشكلة بس فيها نعم وزير النقل الروسي اكد في تصريحاته لوكالة سبوتنيك انه شركة اير فلوت قد تصبح اول شركة طيران في روسيا تبدأ رحلاته كويس انه سمى شركة بالتحديد تبدأ رحلات منتظمة الى القاهرة عقب استقناف الرحلات الجوية بين البلدين وانه خبراء امن الطيران الروسي قد يتفقدوا ايضا مطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال زيارتهم المقبلة ان حدث هذا الامر تبقى نصرة كده من عند ربنا لو صح التعبير لانه استقناف الرحلات الجوية ما بين موسكو ما بين القاهرة او موسكو والغردقة موسكو وشرم الشيخ هيفتح المجال الحقيقة مجال ثقة لو صح التعبير ما بين مصر وما بين خطوط جوية اخرى وما بين عواصم دولية اخرى لاستقناف رحلاتها الى شرم الشيخ الغردقة لقصر اسوان القاهرة برج العرب مطار برج العرب ده حلو قوي اسألوني انا بصراحة لما جيت سفرت ليبيا كان مطار حلوة كنت اول مرة شوفوا مطار حلوة حلوة وشياكة كده وكويس